استنفار أمني بسبب حادث وصفت الشرطة البريطانية بالكبير وقع في منطقة نوتنغهام بعد وقوع ثلاثة حوادث في توقيت واحد في المدينة أعلنت الشرطة في بريطانيا العثور على ثلاثة قتلى بينما صدمت شاحنة صغيرة ثلاثة آخرين في حادثين مرتبطين وأضافت أن الثلاثة الذين صدمتهم الشاحنة أصيبوا بجروح وأنه ألقي القبض على رجل للاشتباه في محاولته ارتكاب عملية قتلى وقالت قائدة الشرطة إن الحادث مروع ومأسوي وأودى بحياة ثلاثة أشخاص مضيفة أنه عثر على جثتين في شارع وثالثة في شارع آخر بشكل منفصل عن حادثة الشاحنة وتابعت قائلة نعتقد أن هذه الحوادث كلها مرتبطة ولدينا رجل رهن الاعتقال وأضافت أن التحقيق في مراحله الأولى ويعمل فريق من المحاققين على تحديد ما حدث بدقة وبحسب شهود فإن شاحنة بيضاء توقفت في حوالي الخامس صباحا قبل أن تنطلق الشاحنة لتدهس رجلا وامرأة في زاوية الشارع في الأثناء لاحقته سيارة الشرطة ولم تشر الشرطة على الفور للدافع المحتمل للحادث ويقود التحقيق أفراد الشرطة المحلية وليس أفراد مكفحة الإرهاب كانت الشرطة أعلنت في السابق أن خدمة الطوارئ في حالة استجابة لحادث خطير مستمر في المدينة بوسط إنجلترا من جانبه وصف رئيس الوزراء ريشي سوناك الحادثة بالصادم وطلب منح الشرطة وقتا للتحقيق في الجريمة وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي الشرطة تتقف بالقرب من توق أمني في عدة مواقع في وسط المدينة كما قالت شبكة ترام المدينة أنها علقت جميع خدماتها فيما أغلقت الشرطة عدة مناطق في محيط الحوادث الثلاث يذكر أن مدينة نوتنجهام يبلغ تعداد سكانها حوالي 350 ألف نسمة وتقع على بعد نحو 190 كم شمال لندن